شهادة 18 او 17 او اي عنده اي شهادة يعمل ايه عشان لو عايز يحول او يعني يشتري الشهادة 25 ايه الاجراء اللي يعملو هل هيخسر كتير ولا هيخسر شمزورين لا عشب اولا فيه شهادة اللي هي 17% هو ما اقدرش يكسرها لانها لسه ما عدتش 6 سوء فما اقدرش يكسرها قبل 6 سوء هو الشهادات اللي هي موجودة حاليا هي الشهادات الاديمة اللي هي ممكن 11% وممكن وفيه 18% فهو 11% طبعا انا منطحش ان هو يكسر 11% لانه لو كسرها هيديها الشهادات 11% ديها تستحق كمان سنة وتلات تشهر سنة واربعة تشهر لو كسرها الخسارة بتاعتها مش هتعود المكسب بتاعة شهادة بتاعة 25% الـ 18% دي هتخلص كمان يعني هي بدأت في شهر 3 واخر شهادة كانت في شهر 5 فهي هتخلص في شهر 3 او 4 او 5 هو عنده على فكرة بنك مصدو البنك الاهلي يقدر بيخش وبيعرف الخسارة بتاعت الشهادة بيهي وهل دي هتعوضوا الخسارة ولا ما تعوضوا طبعا لو كسر الشهادة 18% دلوقتي هيخسر 100% 100% لو كسر اه طبعا لانه 18% هو هياخد فايدة في شهر 3 او 18% صح؟ نعم انما لو كسرها في الوقتي هو يفضل عليها شهرين او 3 الفايدة بدل 18% هتبقى في حدود 8% اسم فكسر الشهادة مش لمصلحتها اكيدة لا لمصلحتة 11 ولا لمصلحتة at 18 ها طيب هل احنا مستمرين فترة طويلة ولا اسبوع اثمين تلاتة محددين يعني الامتة لا هو ما فيش حاجة محددة انما اللي انا طبعا متوفقب ان الشهادة دي مش هتتمر لمدة يعني هتبقى مدة محدودة لانه كمان تكلفتها عالية على فانتين زي ما انا وضح لأننا النهاردة لما بطلع الشهادات بـ 25% وكلما المبلغ بيزيد معناها أننا بتحمل تكلفة دي زي قدر الاحتياط فهتبقى تكلفتها علي علي وأنا ما بسلفش بالأسعار دي لأن الأسعار زي ما هي موجودة حسب الكوريدور يعني الكوريدور 16 ربع 17 ربع فأنا بسلف دهامش أكثر من 17 ربع وماضي مع المقتربين كلهم عقود فبالثالث البيادة مش هتفيد على المقتربين مش هتفيد رغم أننا نطلع شهادة عشان كده ما فيش بنك من البنك مصر والبنك الأهلي اللي طلعوا هذي شهادة لأنه ما فيش بنك آخر هيقدر يطلع شهادة بـ 25% ويتحمل أن الأرباحه تنخفض هل ده جزء من التعويم الكامل ولا أو التحرير السعر الصرف ولا خلاص احنا الدولار النهاردة العرض والطلب مرونة كاملة مفيش حاجة اسمها تعوين كامل وتعوين هو زي ما البنك المركز يغبح هو النهاردة عرض وطلب والسعر حسب العرض والطلب السعر يتحرك سواء شعودا أو خبوضا وبالتالي السعر مكتوح من هجع وأنه شهادة بـ 25% الشهادة دي ما نزلك لسببين زي ما قلت إنها التضخم وإن النهاردة الناس تفكر تقول لك بدا لما بحتفظ بدولار سواء في البيت عندي أو سواء في خدمة البنك أو حطتهم في البنك لا لأنه لو بعتهم هو بقى بيبص بقول لك أنا لو بعتهم بالوقت وربطت الشهادة 25% هاخد 25% في السنة يعني هو محمي تطلوع الدولار بغاية 20% هل محمد بين مستهدفين مستهدفين رقم بعينه؟ يعني هنوصل لرقم كذا وخلاص؟ لا أوصل رقم إيه؟ رقم يعني من بيع الشهادات؟ الشعر الدولار يعني؟ الشهادات؟ لا الشهادات ما حق إحنا منتابع ونشوف الوضع إيه وطبعا فيه ما قدرش أقول رقم معين لأنه طبعا البنك الأهلي له مجلس إطارته لا لا